اشتركوا في القناة هو أنه الانطباعات التي كانت حول الأحزاب السياسية التي ستتمكن من الحصول على أعلى المقاعد خاصة المراتب الثلاثة الأولى لم تتغير بشكل كبير على اعتبار أنه كان منذ البداية أغلب المتابعين قرروا بأنه سيكون تنفس بين حزب الأسالة والمعصرات بين تجمع الوطن الأحرار وما بين حزب الاستقلال وهو ما حدث إذا عدنا مثلاً إلى نتائج نجد بأنه حزب التجمع الوطن الأحرار يبتعد عني الثاني والحزب الثاني هو الأسالة والمعصرات بحوالي 15 مقاعداً في حين أن الفارق ما بين الحزب الثالث وهو حزب الاستقلال والحزب الثاني وهو الأسالة والمعصرات لا يتجوز ستة مقاعد إلى سبعة مقاعد هناك إبن أنه بالفعل كان التنفس منحصراً ما بين هذين الحزبين وطبع الحال هناك عدة معطاية تفسر ذلك مرتبطة بالنسبة للترشيحات حيث أن الإعلان يوم أمس عن نتائج انتخابة مجالس الجماعات ومجالس الجهات بيّنت بالفعل بأن هناك اقتراب بل أحياناً تطابق ما بين ما تم تحقيقه على مستوى الجماعات والجهات وما تم تحقيقه على مستوى الترتيب الذي عرفنا على مستوى المجلس النواب هذا يعني بأن هذا الاقتراع من الناخب هذه المرة أدلى باقتيارات مطابق على مستوى ثلاثة دي المطأة للاختراعات لكن الغير المتوقع هو النتيجة التي حصل إيها حزب العدل والتنمية لأنه أن يفقد حزب العدل والتنمية أكثر من 110 المقاعد فهذا طبع الحال لم يكن متوقع ومنتظراً بل أن التوقعات التي كانت غير متفائلة كانت تتنبأ بأن حزب العدل والتنمية سيفقد حوالي 20 إلى 40 مقاعد أو حتى 60 مقاعد لكن هذا العدد الكبير بالفعل يطرح عدة أسئلة من جهة وكذلك لا بد من تفسير هذا التصويت لتفسير التصويت بطبعة الحال عنده مؤشرات التي هي سابقة لعملية التصويت فيها أولاً أن الحزب لم يغطي الجماعات بشكل كامل ومنسبة التغطية كانت أضعف من الحزب الثلاثة الأولى لمشينا كذلك في الفرادة بأنه كانت تطابق في طويت إذن عملياً حتى على مستوى العدد والنسبة التغطية والنسبة الترشيحات هي كانت أقل بكثير مما قدمته الأحزب السياسي الأخرى الأربع أتحدث أساساً التفسير الثاني هو أيضاً يمكن أن نعتبر أن تدبير عملية الترشيحات هذه المرة لم تكن بالسلاسة التي عهدناها من قبل الأمنة العامة طوال اتخابة 2016 و15 و11 وغيرها على اعتبار أنه لأول مرة داخل حزب العدل والتنمية كانت مشاكل أو تعبيرات عن رفض هذه الترشيحات لماذا؟ لأن الترشيحات التي يزكتها الأمنة العامة كانت لقيادات الصف الأول دائماً في حزب العدل والتنمية ونحن نعلم أن البرلمانيين أو قيادات الصف الأول معظمها يترشح للولاية الثانية أو الثالثة فضلاً عن ذلك بأن الترشيحات التي تم تقضيها أيضاً تقدمت فيها وزراء أعضاء سابقين في الحكومة وهذا الأمر كذلك لم يكن له لأنه بحل يحس الناخبين بأنه نفس الوجوه نفس الوجوه ونفس الترشيحات ولم يكن هناك تغيير على مستوى على مستوى بطبيعة الحال هذا الجانب ديال الترشيحات حتى لأول مرة ونظيم ملاحظة ربما ممكن لحظها على مستوى تقديم البرنامج الانتخابي لم يكن بالقوة وبالتركيز كيف ما لاحظناه في 2011 و2016 بمعنى أن حزب العدل والتنمية على مستوى تسويق برنامج الانتخابي كان في وضعية المدافع عن ما يعتبره أو يعتبر الحزب أنه إنجازات لحزب العدل والتنمية إذن هذه العملية وضعته في وضع غير هجومي غير قدر أنه يبني برنامج الانتخابي على ترصيد أولاً ما تم إنجازه وأيضاً ما يمكن القيام به إذا ما تم تجديد تقاف الحزب وهذا مهم لماذا؟ لأنه إذا خذنا البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية الأخرى أحزاب السياسية الأخرى أولاً ما عنده شعب ديال ربط المسئل ويوم حسباً طيلاقاً متحمس أوليته وتحدثنا أساساً على الأصلة والمعاصرة وعلى حزب الاستقلال وكان فيها مجهود تواصل مهم على مستوى البرنامج وعلى مستوى كذلك الأفكار والبدائل التي تم تقديمها ربما أيضاً كانت سبباً مباشراً وتوظيف هذه الأحزاب السياسية كذلك حتى الوسائل التصال الرقمي، وسائل التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات التي تم نشرها كذلك على اليوتيوب وغيرها والتي وصلت بشكل كبير للمواطنين التي خلتهم أيضاً أو جعلتهم يؤمنون بالبرنامج من حيث طبيعة تدابيع التي سيتم اتخاذه حزب التجمع الوطني الأحرار أولاً استفادة بدون شك استفادة من تدبيره لقطاعات استراتيجية هذه الاستفادة ظهرت أولاً مع انتخابات الغرف المهنية لاحظ ما كيف أنه جاء أولاً على مستوى المرتبة احتل الرتبة الأولى حتى على مستوى رئاسات الغرف أيضاً احتل الرتبة الأولى إذن هذا كيبان بأنه بالفعل هناك نتيجة للقطاعات وقطاعات مهمة هي التي تهم المواطن بشكل مباشر كانت تكلموا عن الفلاحين كانت تكلموا على تجار كانت تكلموا على الصناع كانت تكلموا على المقاولين وكان عرفوا أيضاً أن المعنيين بالدعم دي الوزارة الفلاحة ووزارة التجارة والصينعة هم في أغلبهم شباب إذن المتاليفة كان ربما أن تدبير هذه القطاعات أعطى وضحة وكأن التجمع الوطني الأحرار لا يتحمل أولاً مسؤولية تدبير الحكومي وهو ما يفسر أنها تتقديم الحاصيل الحكومية لم تقدمها جميع الحزب السياسية بسناء العدل والتنمية لدافع على عدد من الإنجازات التي قام بها المستوى الثاني هو أنه عادة في تدبير الحكومي أقصى ما يمكن أن يضل الحزب السياسي في تدبير الشئ العام دون أن يتأثر به لأن الحكومة تنهك وتدبير الشئ العام ينهك ويخلق أيضاً أحياناً عدوات حتمع المواطنين تضح ذلك من خلال الخطاب الذي اعتمده أو تمده عدد من المرشحين هو أن حزب العدلة والتنمية هو مسؤول الأساسي والمباشر وهذا الخطاب الذي كان يدفع عنه عبدالله بن كيران ودفع عنه فيما بعد سعدين العثماني باعتبار حناً لسيرنا الحكومة إذن نحن مسؤولين عن ما تم إنجازه هذا الأمر فيه منجزات لا يمكن أنكرها بطبيعة الحال ولكن الناخب المغاربة خاصة لكيسوتو وقفوا عند مجموعة من القرارات التي تم انتقادها طوال الولاياتين معاً على الرغم من التبريلات التي تقدم من قبل قيادة الحزب والوزراء المعينة بها نتحدث هنا على رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية أيضاً احتف القانون المالي الذي أعدته الحكومة الحالية يتحدث عن مزيد من الإعفاءات وبالتالي هذا ما يرفع أيضاً العب دي الاستهلك على المنسبة للمواطنين المستوى الثاني هو تدبير عدد من المنفات لمرتبطة أساساً بالموظفين كانت تحدث هنا على تقاعد والزيادات التي هي ملحوظة فيما يتعلق بالوجبات المنخريطين في الصندوق وهي فئة مهمة أيضاً والموظفين في المغرب كي يصوتوا بمعنى يلجون إلى مكاتب تصويت والحاجة التانية أيضاً التي تحمل عبقها حزب العدل والتنمية علماً الذي يدبرها هو وزير التربية الوطنية المتعلق بملف المتعاقدين إذن والمتعاقدين راح عندهم أسر عندهم عائلات عندهم أصدقاء وهذا كلهم فئة واحد المعلمين اللي هما أيضاً مسيسين إذن طبيعي أنهم هنفيك يكون صويت العقاب بسبب هذه القرارات والتي كما قلت أن وزراء العدلة التنمية ورئيس الحكومة وطبيعي دافع عنها أكثر مما دفع عنها الوزير المعني إذن هذه المؤشرات طبيعة الحال تبين بالفعل بأن عدد من الناخبين الذين استفاد منهم حزب العدلة التنمية في 2011 واستفاد منهم في 2016 هذه المرة عاقبوه على تقل وضعوها في السابق وبطبيعة الحال كان عندهم فرصة أنهم يعاقبوا وأيضاً تتخلق رأي العام في الإعلام أساساً كان كيتحدث الإعلام والوسائل التواصل الاجتماعي تتحدث على أن المنافسة محصورة بين ثلاث أعزاب سياسية إذن هذه المعطيات طبيعة الحال كان لها دور كبير أنا لا أتصور زعماء أن نسبة لأن مسألة استخدام المال هي متبادلة لم يستخدم المال إلا من قبل المرشحين الذين لا يتوفروا عليه هذا هو هذه القاعدة ولحظنا كيف أن أيضاً احتلتها متبادلة وذلك البيان اللي فيه مجموعة دي الأحزاب السياسية الرد كذلك دي يعني الطمأن اللي اعطاه رئيس الحكومة في عدد من تصريحات كانت أقول بأنه أيضاً الإدارة والسلطة العمومية هي حازمة فيما يتعلق باستعمال المال وسيتخذ مجموعة من العلماً بأنه ليست لدينا معطيات عن عدد التظلمات أو الشكايات التي رفعت إلى اللجان اللجنة المركزية التي تتبع انتخابات أو اللجان الجهوية أو اللجان الإقليمية ومعناش معطيات حول عدد الطعون التي قدمت أمام القضاء من أجل طبعة الحال تأكد من مدى صحت ودقة بطبعة الحال استعمال المال إذن إلا ما استثنى بعض الحالات المعزولة التي قرر بها وزير الداخلية في تصريحه تبقى هذه العوامل تحكمت بشكل كبير في توجيه الناخبين إلى وتغيير تصويتهم خاصة كما قلت المتقددين الذين دائماً كانوا مع حزب العدل والتنمية نقطة أخيرة هو أنه وعلى خلاف الانتخابات السابقة حركة الإصلاح والتوحيد لم تتعبأ بالشكل الكافي كنا نعهد أنه قبل الانتخابات يكون بلاغ دي الحركة من أجل تعبئة المناظلين توجيه المتعاطفين مع حزب العدل والتنمية إلى صندق الاختراع إذن هذه الانتخابات ربما يفسر احتدخل المناظلين ربما ما كانش الحضور بكتافة كما عهدنا في الانتخابات السابقة يبدو يبدو بأنه الأولى المجموعة من التدابير التي تم اتخاذها سواء شريعيا على مستوى القوانين التنظيمية أو على مستوى كذلك التعبئة دي السلطات العمومية فيما يتعلق الحرص على أنه تمر الانتخابات في أجواء عادية وهذا الأمر طبعا الحل لاحظناه من 20 مارس 2020 أول اجتماع بالرئيس العكومة أنا ذاك وأمان العمي الأحزاب السياسية وتم الاتفاق على أنه انتخابات ستجرى في موعدها وبالتالي لم يعود للجائحة يعني حضور قوي والدليل هو أنه الحملة الانتخابية كانت تعرف مشاركات عدد من المواطنين يتجاوز مما هو مسبوح به في إطار المشهور والدورية التي عمامها وزير الداخلية لكن لمستوى تشريع أظن أنها كان مهم هذه المرة إلغاء العتبة في الانتخابات بثلاثة لم تعود هناك أي عتبة من شأنها أن تقيد أو تحدى من طموحات دي العدد من الأحزاب السياسية التي كانت في عدد من الانتخابات السابقة لا تتمكن من تقديم ترشيحات بالشكل المطلوب طبعا لأنها لم يكن تحصل إلى الأصوات إذن هذا كان واحد الحاجز له ونفسي عن هذه الأحزاب السياسية الصغرى المؤشر الثاني هو القسم الانتخابي الذي يفتح واحد شهية هذه العدد من الأحزاب السياسية وخاصة عن مستوى الجماعات والدليل هي النتائج التي تنشاهدها يعني أن النتائج وزعت ما بين عدد كبير من الأحزاب السياسية وأحيانا بتفوت بسيط اللهم بعد استثناءات اللي كانت فيها ولكن لحد الآن ليست لدنا المعطاية الدقيقة حول إمكانية حجب سياسي داخل جماعة معينة أن يحصل على الأغلبية بدون أن يلجأ إلى أحزاب سياسية أخرى إذن هذا والدليل وهذا ما يتبه تحت الإحصائيات التي قدمتها وزارة الداخلية حول الترشيحات أنها ارتفحت تروحت ما بين 30 في الجماعات 34 في الجهات وانتقلت إلى 40% على مستوى مجلس النواب إذن طبيعي أنه من كنتكلم على العدد الكبير من المترشحين سيتم متعبئة الناخبين وكيف مكل حال سترتفع نسبة المشاركة لا ننسى كذلك أنه حتى تات المليون أيضا ناخب جديد التحقوا أيضا وصوتوا لأول مرة في هذه الانتخابات وتمانين في المئة منهم حصلين على شهادة الإعداد والتانوي بمعنى أن هذا في أمن يدخلت ستجلس أول مرة ستلج إلى مكاتب التصويت وستذهب للتصويت وخاصة أنه مستوى التعليمي سيمكنها من عقل نتختياراتها في التصويت كيف مكان الحال لأنه التانوي أو مستوى التانوي يقدر لا يكون ضحية بشكل كبير المال لا يكون ضحية بشكل كبير الإغراءات إذن هذا شيء مهم شيء الثاني أو المؤشر الثالث الذي يمكن أن نقدمه هو ارتفاع مسبة الترشيحات النسائية التعديلات التي دارت على مستوى دعم الحضور النساء في مجالس الجماعات لرفعات العدد النساء نسبيا مع ما كان في 2016 رفع الترشيحات كذلك المقاعد المخصصة النساء على مستوى مجلس النواب إذن هذه أيضا سهمت في تعبئة النساء ولاحظنا أنه النساء صوتوا بكتافة خلال هذه الانتخابات لكن العامل المحدد كذلك هو إجراء يوم اقتراع أو هذه الاقتراعات في يوم واحد لأنه المواطن كان من الصعب وكانت ستتفاوض نسبة المشاركة لو تم إجراء انتخابات الجماعية وحدها والجهوية على الأقل والشريعية لوحدها لأنه احتدك النتائج المسبقة أحيانا التي يمكن أن يتم الإعلان عنها بمناسبة انتخاب الجماعات كيفما كالحال يتؤثر تتؤثر عن نسبة المشاركة ستؤثر على الميولات ديالتصويت في مجلس النواب وهو ما لاحظنا خلال التجارب السابقة كلها إذن إجراء اليوم الواحد كان عنده إيجابية أخرى تتمثل في كون أن نحن نعرف النسبة المرتفعة على التصويت تكون انتخابات الجماعية إذن هذا كان في خدمة أيضا حتى المشاركة على مستوى مجلس النواب فضلا لأنه أولا فيها واحد الاقتصاد بالنسبة للناخب لا يتطر في الوقت في الجهد في المال ربما تقول ما في البادية يحصل لأنه يكون مكاتب تصوات حينا يكون بعاد إذن 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 إجراء الانتخاب في يوم الناخبين عدد من الناخبين كي يصوت على الجامعة يصوت في الجهة وعلى البرلمان على نفس الهيئة السياسية إذن هذه كلها لعبة تعوامل كثيرة لرفعت من نسبة ديال المشاركة إذا قدرنا قراءة بسيطة بالنسبة للأحزاب التي كانت في الانتخابات 2016 على مستوى المجلس النواب لاحظ أنها جميعها استفادت من زيادات تعالشارك استفاد تقريبا 35 مقعد البيبئي أس استفاد كذلك موحد الخمسة ولا استاذي المقعد الحركة الشعبية كذلك اليوسي كذلك فضلا فضلا القاسم انتخابي انتفعت منه حتى الأحزاب السياسية الكبرى بما فيه حزب العدل والتنمية لأن كين دوائر اللي حزب العدل والتنمية مر في الرابعة تصور معي دائرة اللي مثلا يفوز بها حزب التجمع الوطني الأحرار ب20 أو 25 ألف صوت هذا عمليا كون بقاء القاسم انتخابي القديم ربما حزب العدل والتنمية سيحصل على مقاعد أقل من اللي حصل عليها الآن نفس الأمر التحات الشراكي ستفد منه بشكل كبير مني كان نجي الآن للترتيب ديال المرشحين نجد كين أحزب سياسية ستلجأ أول مرة إلى البرلمان بسبب القاسم انتخابي ومرشح وجوج أو ثلاثة لهم ولكن كيفما كان الحل لو كان القاسم انتخابي السابق لن تلجأ للبرلمان بشكل المجلس بشكل نهائي إذن هنا القاسم انتخابي كانت عنده هذا صحيح لم يتضرر منه فقط عدل وتنمية إذن ضرر منه الإحرار الآن إذا قرنا عدد الأصوات التي حصل عليها ضرر منه كذلك حزب للحزب الأصالة والمعاصرة لأنه بالمنطق الحسابي تأوره فقط 21 مقعد إذن والتالي أتصور أنه وربما أيضا من حسنات هذا القاسم انتخابي خاصة خاصة على مستوى مجلس النواب هو أنه دار قطيع اليوم مع ذلك التفاوتات الكبيرة بالأحزاب لأنه الحزب الأول في 2016 125 من كانت انتقلوا الحزب الثالث الثاني موجوج ولكن من كانت انتقلوا الثالث تركوا رسنا في 45 أو 55 يعني واحد تباين كبير جدا هذا القاسم انتخابي ربما سيعقيد فقط تركي تشكيلات المجالس مجالس الجماعات ستجد صعوبة في تشكيل علاش لأنه أولا كما قلنا المعطيات التي هي الآن متوفرة كتبين بأنه لن يستطيع حزب سياسي أنه ينولي وحده لا في الجهة ولا في مجالس الجماعات والمقاطعات وكذلك الأصوات تشتت بشكل كبير يعني في أحسن الحالة تلقى عنده 16 أو 17 والحزب الثاني كهبط الثمانية لتسعود إذن هذا سيعقد المسألة ذي التحل ولكن في مجلس النواب هو عقلنا اليوم رئيس الحكومة الذي سيعين بطبيعة الحل أتصور أنه ستكون عنده الفرص ذي تشكيل الحكومة أسهل من مكان في السابق سلوك سلوك ديمقراطي يعني كان منتظر لأنه إقرار الأمانة العامة والأمين العام من خلال البلاغ التي تصريح الذي دل به النائب الأمين العام يخر بواضح بكفية واضحة أن الأمانة العامة والأمين العام مسؤولين طبيعة الحل لا ما وقع هذا قرار مهم ويتناسب مع الظرفية إذن لا يمكن بعد هذه الهزيمة أنهم يستمروا لهذا تم الإعلان على عقد المجلس الوطني ربما 18 ومن فرض أن يحدد أولا تدبير المرحلة إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر الاستثنائي ربما سيكون مختلف لأن أتصور أن هذه القيادات اليوم كانت في الأمانة العامة أغلبها لن يستمر في مسؤوليته وربما أنها ستكون مناسبة أولا لتجديد هذه القيادة وهذا يعني عنصر مهم وإضافة ربما أن الحزب سيعود إلى قواعده وسيفعل التنظيمات التي يشتغل بها وسيراجع عدد من وإن كان بطبيعة الحل اليوم حتى حصوله على 13 المقعد لن تمكنه حتى متشكي الفريق نيابي ولكن أتصور أن الحزب العدل وتنمية من خلال تنظيماته ومن خلال أيضا إعلامه سيعود وسيشتغل إلى على العودة بطبيعة الحل للناخبين أتصور 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 لتنمية من خلال تنمية الحزب وفي أقل المقعدة من خلال وفي أقل من خلال محطة أخرى لأن القيادة الحزب لم تكترث بطبيعة الحل بما صرح به عبدالله بن كيران وشجلة موقف موقف ديالها من القانون وفق القواعد اللي كيسمح بها نضخلية لمجلس النور إذن وتالي هنا بالفعل كين واحد نوع من تراجع لمستوى التأثير الآن القيادة بعض القيادات اللي هي كانت قريبا من عبدالله بن كيران لم تتمكن من الفوز بالمقاعد وهذا عنده دلالة أيضا المستوى الثالث نعتبرها أيضا موشير هو الرسالة اللي وجهها قبل يوم الاقتراع بواحد اليومين لم تغير في النتائج ولا في التأثير توجيه الناس لتصويت على حزب العدل والتنمية ولعل إشارته بأنه لا يطلب من المغاربة أن يصويت الحزب العدل والتنمية علما بأنه سيصويت إلى حزب العدل والتنمية هذا مهم لأنه ربما فقدت واحد جزء مستقية كبير كيف أنت تحرم موظف من حقه في زيادة وأنت قد تستفد من واحد تقاعد لما عنده الأساس دياله المواضح إذن احتهد الوضع أضطر عليه بشكل كبير أنا شخصيا أستبعد ذلك ولكن سيبقى حاضرا لأنه عنده علاقة تنظيمية قوية مع المناظرين ديال الحزب أما أن يعوده هو شخصيا الأولى للحزب أتصور أنه ستكون مغامرة أيضا حتى تفحق العدل والتنمية هناك سنكون أمام سيناريعين السيناريو الأول هو الحزب الأربع الأولى ستكون ممكن تكتفي بما حققته وغد تكون عندها أغلبية جد مريحة لكن ما هي المخاطر السياسية اللي مرتبطة بهذا الاختيار أو السيناريو هذا السيناريو سيخلق لنا معارضة برلمانية ضعيفة جدا إذن لدخل حزب الاستقلال ودخل أصل المعاصرة اللي عندهم جربة في المعارضة سنكون أمام أحزاب سياسية لا تجربة لها في المعارضة إذن هذا من جهة ومن جهة تانية عددياً ستكون لأنه جربة الحركة الشعبية هي حزب ألف الحكومة اتحاد الدستوري انطلاقاً من عنده اشتفارق يلقى في 18 يعني هي غير مجموعة نيابية الأحزاب السياسية الأخرى نفس الوضع إذن عملياً والحركة أتصور أنها لا تستطيع أن تقود المعارضة داخل مجلس النواب إذن هذا السيناريو هذا السيناريو الثاني هو اللي عاوتني أغطي إحنا في مشكلة ليلة أن الأحزاب السياسية لا نحن داشت رصيد على مستوى القدرة التعبوية الترافعية أنها تنتقد العمل الحكومي عند الخبرة الكافية اللازمة لممارسة المعارضة وأتصور أنه لا يمكن تصور برلمان مجلس النواب مغربي بدون معارضة على الأقل يكون فيها حزب سياسي أقوي إذن هنا من هو الحزب الذي سيكون أقرب إلى عدم الدخول في الأغلبية الحكومية عندنا أولا حزب الأصلة والمعاصرة إلى أخذنا واحد من مجموعة المعطاية المعطال أول هو أنه حزب الأصلة والمعاصرة من الأحزاب التي ركزت في خطابها التواصولي على أنها سترأس الحكومة ستتصدر الحكومة إذن هذا الأمر ويضع عبئا إضافيا على حزب الأصلة والمعاصرة من حيث بطبيعة الحال هذا الخطاب يروجله بشكل كبير أيضا الخلاف الذي كان باديا من خلال تحضر العملية الانتخابات ما بين الأمين العام لحزب الأصلة والمعاصرة ورئيس حزب التجمع الوطن الأحرار وكان ذكره تصريح الأمين العام في القناة الأولى في برنامج تم استضافته قال بأنه عزيز لا نريد ماذا ماذا يريد أن يفعل هل بغنى أننا نكون نشتغل معه أم كان نشتغل عنده إذن هذا إضافة إلى أن أغلب المناوشات اللي وقعت خلال الحملة الانتخابية كانت ما بين أنصار حزب الأصلة والمعاصرة وحزب التجمع الوطن الأحرار بالعيف بي بالضغط إذن هناك يبن بأنه ربما أنه لن تكون الإشارة الثانية هو الحزب الوحيد الذي هنأ حزب التجمع الوطن الأحرار إذن هذه عنده قراءة بما أننا هنيناك هني ألاك وشيل أخر ربما راحنا ما كينش يعني ممكن أنها تقرأ بهذه الرسالة ما تقرأش بالفعل أنه راح كين نروح الرياضية السياسية ولكن ربما فيها أيضا تحمل أتصور أنها تحمل إشارات إشارات أخرى الاحتمال دي الحزب الاستقلال إذا لم يغير لم يكن بعد قد غير رئيس حزب الجمع الوطن الأحرار موقفه من حزب الاستقلال اللي تكلم عليه عبد إله بن كيران أي أنه الشرط اللي كان شطرته أنا ذاك للمشاركة في الحكومة بينها كان هد عدم دخول حزب الاستقلال للحكومة إذن هذا الأمر أتصور ولكن ربما تغير لأنه إذا قرأنا هذا المصار دي للتحضير ما كانش فيها منوشات واضحة علما بأنه 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 البلاغات دي لجنة تنفيذية الحزب الاستقلال دائما ركزت على الأغلبية الحكومية لم تخص يوما ما حزب العدلة والتنمية بشكل مباشر أو حزب تجمع الوطن الأحرار بشكل مباشر بمعنى أن كانت تحمل الأغلبية الحكومية التي ضبرت المرحلة هي التي تحمل مسؤوليات مثلا التراجعات وغيرها من توصفات التي تم تقديمها في البلاغات الرسمية لحزب الاستقلال إذن ونحن تنعرف أنه اليوم تشكيل الحكومة إذا كان سياسيا سيكون ربما أسهل لكن تدبير عملية التفاوض أتصور أنها ستنطلق أولا من مرجعية تصرح الأمير العام الرئيس الحزب البارح أعلن بأن البرنامج سيكون الانتخابي محتة تفوض مع الحزب السياسية التي ستطرح اليوم لدينا جوة أساسية لدينا نموذج تنموذج المويل الجديد التي فيه مشاريع هيكالية وأتصور أن أي حكومة و أي برنامج انتخابي لا بد أن يقترب بشكل أكبر لهذا المداخل المغرب الغد كما سمها التقرير واللي رحض مها حتى على مستوى البرامج من كنا نخذه برنامج مثلا تجمع الوطني الأحرار نجد أنه الإحالة مباشرة على النموذج التنموي حزب الاستقلال كذلك حتى أن المنهجية دي الإعداد البرنامج الانتخابي دي الحزب الاستقلال هو أقرب منه الفلسفة دي إعداده أقرب إلى النموذج التنموي لأنه الحديث عن تعاقدات في المشاريع الكبرى عنده إحالته داخل البرنامج إذا امتالي فهنا سيكون هذا هو المنطلق والذي سيتحكم كذلك في التحالف هو العرض الذي سيقدم أنا لا أتصور أننا سنكون أمام حكومة واسعة من ناحية العددية بمعنى سيتم التوجه إلى حكومة مقلصة قدر الإمكان هذا الأمر متاح اليوم علاقة بالنتائج نتائج لحصة الأحزاب السياسية كتعطيها هذه الإمكانية لربما أنه العرض قدر يواجه عقبة وحدة هي إذا ما تمسكت الأحزاب السياسية المدعوة إلى الحكومة البرلمانية الأغلبية الحكومية تمسكت ببعض القطاعات نعرف أنه حزب الاستقلال إذا كان هو في الأغلبية عنده تجربة في تدبير مجموعة عمود القطاعات التي تشكل كذلك عمود البرنامج الحكومية لتجمع الوطني الأحرى تكلم على الصحة تكلم على التعليم تكلم على البنية التحتية تكلم على الفلاحة إذن أتصور أنه سيكون ربما عدد أو نوعية القطاعات من عداء إلى الانتفاق على الأقطاب أنه موقع في تجربة العدلة وتنمية ولكن أنا قلت هذا التجربة الأقطاب متى سياسيا ضرت بالعدلة والتنمية وأفادت حزب تجمع الوطني الأحرار ترجمة نانسي قنقر